تتقدم بشاكوة رسمية ضد السنغال بسبب الاعتداء على البعثة واللافتات العنصرية وده احنا اتكلمنا مع الكاب تنشط فيها وإنه عشان نبقى صرحة ما تنتظروش حاجة حقيقية هي في النهاية هتبقى غرامات مالية ومباراة أو مباراتين بدون جمهور على منتقل السنغال غيرنا يستفيد من شكوية بالضبط لكن اتمنى هي مهزلة الليزر بقى تتمنى ايه لا اتمنى انتحاد الدولي برضو اذا كان الليزر بس يحللونا هذا الموضوع اذا كان الليزر بيأثر على الرؤية دي مش عايزة مناخشى من غير ما نعمل احنا شكوة هو في تصفيات كاس العالم اللي فاتت متعدش متش جنوب افريقيا مع السنغال برضو علشان ضرب الجزاء مشكوك فيها ضرب الجزاء مشكوك فيها عدت مباراة وكلمت الحك اللي تشطب وتفاصل بعدها انما عايزة اقول لي يعني ما تجيش تقول لي ان ما بيعنوش لكن لما تحطيلي الليزر في عيني بصوا بقى الفيفا اللي هتشوفوا الصحف العالمية كلها بتتكلم على الليزر النعار حقيقي اللي حصل في السنغال الفيفا النهاردة بيهن السنغال بتاهل لكاس العالم بيطلع لسانه هاي بيطلع لنا لسانه من الاخر كده الصحف العالمية قالت مهزلة الليزر بتتصدر المشهد صحيفة صن قالت عار كاس العالم ومركة الاسبانية قالت الأشعة الخضراء سلاح السنغال في ركلات الترجيح وليفربول ايكو قالت تحطيم أحلام صلاح بسبب الليزر وكل يا جماعة عامل كولوزة على وش صلاح الأخضر كمان في الصحف الإنجليزية مشاهد بغيضة تفضح تأهل السنغال للمونديال صن قالت مو أصيبة بالعمى وعار كاس العالم يلاحق أسود التيرانجة الدليميل قالت كارثة الليزر ليست الإساءة الوحيدة لصلاح في إشارة ضمنية طبعا لللافتات البزيئة اللي كتبت بحق محمد صلاح في المدرجات وهم داخلين وا 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 كلام في منتهى الأباحة والإساءة جريت الوطن هنا الحقيقة سعت أن هي تسأل مسؤول في الفيفا روين تعمله إيه فقالت أنه مسؤول الفيفا بيرد على إمكانية إعادة مباراة مصر وقال لك ده غير مرجح قالت الوطن سبورت أن هي تواصلت مع جاكوس بولدين رئيس لجنة الانتقادات في الفيفا في تصريحات خاصة ليه سألوه إيه اللي ممكن يحصل وإيه اللي حصل في مباراة مصر والسنغال هل ينتظر فيها عقوبات مغلزة قال ما حدث في هذه المباراة يتسبب في عقوبات مغلزة ضد السنغال فقط وليس من المرجح أن يتم إعادة المباراة لم يتم إعادة مباراة من قبل بسبب مثل هذه الأمور وبيقول لا أعتقد أن يحدث نهائيا ما تحشموش بس هو ده الحكاية اللي قال عليها الأستاذ جلال عارف الكاتب الكبير في الأخبار إن دي يا جماعة حكاية كل منديال وبيستعرض أحوال كثيرة سابقة وبيقول نجمين الكبير صلاح تعمل عبء قيادة المنتخب بكل مسؤوليته وإذا كان الحظ عنده فسيبقى عطائه الجميل هو الباقي يعطي الأمل بالأفضل لا هو للكرة المصرية التي تعتز بأنها منحت كرة القدم العالمية أفضل لعبيها ولا شك أن صلاح قادر على تجاوز صدم ضياح حلم المنديال كما تجاوز عقبات كثيرة إلى أن يختتم الأستاذ جلال عارف الكرة المصرية تستحق إدارة أفضل وتنظيما أحسن وفسادا أقل والله أستاذ جلال أنت خدت كلامي وعطيته في ثلاث جمل شكرا لكم